اشتركوا في القناة الـ充 تفنجال الـ اللي بيعملوا اللي بيعملوا för CyslThembrane Enyoubato اللي بيعملوا كمان إنهابش Building ثم إنهابش 히� duo للـ عاوزين نعرف الميكانيزم للـ هاي هادي هاي أمامكم الرسمة أول أمر هذا السلوول السلوول إنهابتوه في عائلة كبيرة اسمها بتعمل هي بالنسبة لهذا السلمنبرين السلمنبرين انهيبياتورز اللي هو في وذا كل معظم شغل العلاجات الفطريات هو على قضية بتعمل 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 ثم في معنى قضية اللي بتعمل للديفايشن زي حاجة بنسميها ثم اخيرا اللي بيعمل اللي هو هنتكلم عليهم بالتفصيل واحدة واحدة طيب تعالوا نبدأ بالسلمنبرين اللي هو كيف بيشتغل طبعا هو بيعمل الانهيبيشن للسلول في انزيم مهم جدا اسمو بيتا وان ثري دي غليكان سينتيز هو اللي بيبني الغليكان فتخيلوا هذا مثلا الانزيم هو بيبني الغليكان بالشكل ده للسلول فلو حصل اني انا جيت عملت بلوك لهذا الانزيم بالتالي مش هيحصل البناء موجود خالص الادوية اللي بتعمل البلوك اللي هي من المجموعة الاكنوكاندينز اللي هو الانديلوفانجين والكاسبوفانجين والميكافانجين طبعا اشهرهم في الحقيقة هو الكاسبوفانجين كاسبوفانجين هو بيتاخذ اي في وبالتالي مدام بيتاخذ اي في فهو بيستخدم للسيستيمك انفكشن زي السبيرجولوزيز زي الكانديديايسيز هذا اللي هو اللي بيعملوا سيلول انهيبيتور تعالوا نبسك اللي هم بيعملوا سيل ميبريين انهيبيتور اللي بيعملوا بريفينت للأرغستيرول فورميشن وحنبدأ نتكلم على الازول احنا اتفقنا انهم ثلاثة اللي بيعملوا انهيبيشن او بريفينت اللي هم الازول واللي هم البولينز واللي هم الالمينز اللي هم تربافينين تعالوا نمسك اللي احنا الازول اللي هنبدأ به الازول فيه نوعين فيه القديم اللي يسموه اميدازول وفيه تريازول الاميدازول هو لوكل والتريازول هو سيستيمك سموها اميدازول لان فيه ذرتين نيتروجين وما فيش واحدة ذرة نيتروجين جنب الثانية ما فيش يعني متباعدات الترايازول هو في الحقيقة فيه ثلاث ذرات نايتروجين وثنتين منهم يكونوا جنب بعض زي ما أنتم شايفين هذا بالنسبة للترايازول آآ آآ الأميدازول فيه طبعا الأمثلة له الكيتاكنازول فيه الكلوترايمازول وفيه الميكونازول بالنسبة للترايزول فيه الفلوكونازول فيه إتراكنازول فيه الفوريكونازول وفيه البوساكنازول تعالوا نشوف الآن الميكانزم هذا السيكولينز أول أمر السيكولينز فيه إنزيم اسمه السيكولين الثلاثة الإيبو أكسديز أو يسموه أكسديز بيحوله إلى اللانوستيرول اللانوستيرولز ده في وجود إنزيم اسمه الفورتين ألفا ديميثاليز بيتحول إلى إرغوستيرول إذن عشان الإرغوستيرول يتكون لا بد يكون فيه معنى مركب السيكولين ومعنى مركب اللانوستيرول السيكولين زي ما قلنا بيتحول بإنزيم اسمه اللي هو سيكولين الثلاثة الإيبو أكسديز واللانوستيرولز بيتحول بواسطة الفورتين ألفا ديميثاليز طيب الأزول هي بتعمل بريفنت للفورتين ألفا دي ميثاليز فبالتالي مش هيتكون الأرقسترول خالص إذن نقطة مهمة جدا كل مجموعة الأزول بتروح بتعمل بريفنت للإنزيم اللي هو فورتين ألفا دي ميثاليز فبالتالي هتعمل بريفنت للفورميشن للأرقسترول الهوزس بالنسبة للأزولز فيه توبيكل وفيه سيستيميك التوبيكل بتستخدم للترماتوفايتز أشهرهم طبعا الكروترايمازول والميكانازول دول أشهرهم بالنسبة للسيستيميك فيه معنى الإترا كونازول الفوري كونازول الفلو كونازول والبوسا كونازول طيب تعالوا نشوف النقطة الثانية اللي بتعمل سيل ميمبرين انهيبياتورز اللي هي البوليينز البوليينز دي احنا اتفقنا فيه معنى ثلاثة عوائل اللي هي الأزولز فيه معنى البوليينز فيه معنى الألالامين اللي هي تيربنفين الآن هنتكلم على البوليينز البولينز ليش سموها كده سموها لأنه حقها زي ما انتم شايفين فيه دبل بوند بشكل كبير فبالتالي يسموه بولينز لأنه فيه معنى ثنين فيه معنى سيستيميك وفيه معنى اللوكل السيستيميك اللي هو الانفترسين بي واللوكل اللي هو نستاتين لو ما نقول الانفترسين بي معنى انه فيه انفترسين ايه صحيح لكن الانفترسين ما لوش اي افكت الافكت فقط الانفترسين بي وبالتالي هو اللي موجود طيب الآن كيف الميكانيزم لمجموعة البولينز اللي هي الانفترسين بي والنستاتين اي واحد منهم انفترسين بي ورنستاتين بيرتبط بالارغسترول لو ما يرتبط بالارغسترول بيعمل بورز فورميشن يعمل ثقوب لو ما يعمل ثقوب يحصل خاصة البوتاسيوم فبالتالي يحصل سلدث وبالتالي نقول عليها فانجي سايدل هنا يعني حصل سلدث اذا باختصار كل مجموعة اللي هو البولينز اللي هو الانفترسين بي والنستاتين انه بتتحد بالارغسترول اللي موجود في السلمنبرين فلو ما تتحد تكون بورز البورز دي بتخلي الايونات انها تطلع فبالتالي يحصل سلدث طيب اليوزز طبعا هو بيستخدم سيستيمك وبالتالي بيستخدم الكانديدياسيس بيستخدم للانج انفكشن الكوزد باي هستو بلازما كابسوليتم بيستخدم الملينجايتس اللي وكوزد باي كريبتو كوكاس بيستخدم كمان للإسبريغلوز وهو توكسك في الحقيقة وبالتالي مش موجود في الصيدليات غالبا ده موجود في المستشفيات وبيعمل نفرو توكسيسيتي بشكل كبير وعشان التوكسيسيتي حقه العالية حاولوا يضيفه الليبد فيسموه كده يسموه اللايبوسومال إنفوترسين بي قلت التوكسيسيتي حقه وبالتالي بيستخدم الآن لازال يستخدم كمان في المستشفيات وقلنا للسيستيميك انفكشن وبالمناسبة ما يستخدمش لوحده خالص وحنقول في النهاية ليش ومع من يستخدم لكن ما يستخدمش الآن لوحده اللي هو الإنفوترسين بي النستاتين ذا توبيكل اللي فقط توبيكل لانه هاي اللي توكسيك فيعطى توبيكل ويشتغل كأزا توبيكل بيستخدم النستاتين للماوث راش وللسكن كمان راش وللفاجينال اللي هي كوزد باي كانديدا انفكشن سواء كان حتى الماوث كوزد باي كانديدا ولا اي سكن كوزد باي كانديدا نستخدم له النستاتين فهو اللوكالي بيستخدم أزا توبيكل هذه المجموعة الثانية المجموعة الثالثة اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي تربانفين اللي هي كمان بتعمل بريفنت لرجسترول فورميشن إذن في معنا لا تنسوش ثلاث عوائل مهمين الأزولز والبوليينز والألمينز اللي هو تيربنافين بيعملوا كلهم بريفنت لرجسترول فورميشن بالنسبة للتيربنافين الحقه إحنا زي ما قلنا في مركب السيكولين السيكولين ده عشان يتحول إلى لونستيرول بيعاوز الإنزيم اللي واسمه سيكولين اثنين ثلاثة إيبو أوكسديز أو أوكسديز حيتحول إلى زي ما قلنا لانوستيرول اللانوستيرول ده عاوز الفورتين ألفا ديميثيليز حيتحول إلى أرغستيرول هنا التيربنافين حيروح يضرب البلوك الإنزيم اللي هو سيكولين تو ثري إيبو أوكسديز وبالتالي مش حيتكون لانوستيرول ولا أرغستيرول التيربنافين ده هو من أفضل العلاجات الآن للدرماتوفايتس كل الدرماتوفايتس أفضل علاج لها بالإضافة للغريزوفولفين اللي هو تيربنافين الآن المحور الثالث اللي هو نيبيشن للنيوكليك أسيد اللي هو فلو سايتوسين الفلو سايتوسينز ده كمان ما يستخدمش الوحده فالفلو سايتوسينز ده يدخل إلى داخل الفنجل سيل باي البريميز إنزيمز لو ما يدخل إلى داخل السيلز ده يحصل له كونفرتد إلى فايف فلورو يورسيل الفلايف الفلورو يورسيل ده تتحول إلى فايف فلورو ديوكسي يوردين مونوفوسفيت بعدها تتحول ده إلى الفلورو يوردين ترايفوسفيت وبالتالي إذا حيعمل في النهاية انهيباشا للDNA and RNA إذا إحنا قلنا الفلو سايتوزين ما يستخدمش الوحده والإنفوترسين ما يستخدمش الوحده فجمعوهم الاثنين مع بعض اللي هو الفلو سايتوزين والإنفوترسين ليش؟ لأنهم من الثنين بيعملوا سينرجزم طيب لما جمعوهم بعض إيش الفائدة؟ أول أمر قالوا إنه استغلوا إن الإنفوترسين بي بيعمل بورز فقالوا مدام بيعمل بورز فإذا إحنا نستخدم الفلو سايتوزين عشان يدخل من خلال هذه البورز هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إنه استخدامهم مع بعض هيقلل التوكسيستي إحنا قلنا الإنفوترسين بيه توكسيك وأيضا أكيد الفلو سايتوزين توكسيك فلإنه إحنا حنستخدم الاثنين مع بعض فهتقل التراكيز حقهم فبالتالي حيحصل ريديوز للتوكسيستي النقطة الثالثة إنه كمان هنعمل ريداكشن أو ريديوز للريزيستن ليش؟ لأنه لما نستخدم التو دراكس مع بعض هيعملوا كيلينج للفنكسي بالتالي ما عد فيش ريزيستن خالص طيب ده أكيد الاثنين مع بعض بيستخدموا للسيستي مك انفكشن كانديدياسيس الكريبتو كوكوسيس دول بيستخدموا لهم بشكل أساسي الانهيبيشن للسيل ديفيشن اللي هو غريزوفلفين الغريزوفلفين ده أيضا هو حقيقة هيباتو توكسيستي اللي هو توكسيستي علفها بشكل كبير وهو الهدف الأساسي منه انه بيعمل انهيبيشن للميتوزيس كيف بيحصل الموضوع ده؟ هذا الغريزوفلفين بيروح للتوبيولينز فلو مايروح للتوبيولينز يعمل بريفنت للفورميشن مايكرو توبيولز مايخليهاش تتكون فبالتالي حيحصل انهيبيشن للفانجل سيل ديفيشن مش حيحصل إذن السيل ديفيشن مش حيحصل المايتوزيس زي ما قلنا هباتو لهباتو توكسيستي طبعا غريزوفلفين كمان بيستخدم للدرماتوفايتس وأكيد في حاجة باسمها حناخذها إن شاء الله مع بعض اللي هاسمها الأونيكو مايكوزيس وزي ما قلنا أنه الآن حديثا يستبدل الغريزوفلفين بالتربانفين وكلاهما حقيقة يستخدموا في الدرماتوفايتس تعالوا نعمل الملخص للأكشن أوف أنتيم فانجل دراجز هذا السيل وال قلنا نحصل يعمل له انهيبيشن اللي هو الإكنوكاندينز اللي هو كاسبو فانجين بيعمل بلوك للجليكان سنتيز الارغستيرولز ده الانفترسين بي والنستاتيم بيعملوا بالنسبة انهيبيشن للفورميشن أوفارغستيرول في معنى السيكولينز عشان يتحول إلى اللونستيرول وبالتالي اللونستيرول حيتحول إلى أرغستيرول بواسطة الفورتين الفا ديميثيليز هنا الأزولز حتعمل بلوك مش حتخلي اللونستيرول يتحول إلى يعني حتعمل بلوك للانزيم اللي هو الفورتين الفا ديميثيليز وبالنسبة هنا التربانفين حيعمل بلوك للسيكولين الثنين ثلاثة الإيبو أكسيديز وبالتالي مش حيتحول السيكولين إلى لانستيرول وبالتالي أكيد مش هيتحول إلى أرجسترول هنا بالجوزوفلفين حيعمل المايكرو توبيولز حيعمل لها بلوك فبالتالي مش هيحصل مايتوزيس بالنسبة للنيوكليك أسد ده اللي هو الفلو سايتوزين حيعمل بلوك للنيوكليك أسد فذي خلاصة الأكشن للأنتي فانجل دراجز كنت معكم في موضوع الأنتي فانجل دراجز أو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته